بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين نبي الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال النظم رحمه الله تعالى ونفعنا به دون كفن من محارم اللسان لم يدره إلا فلان وهلان وهو عقع بذي البقاع من الرهان وخروج الساعي تزين ما الشارع قد شينه منها ومنها ذم ما زينه لذا مسمي الحرم باسم يوهم أن ليس حرماً آذم وآذموا آتم بما يهم من على الحل ومادح حكم البغاة هذه الأمور ضرورية كما قال الناظم دونك فنة دونك اسمو فعل بمعنى خذ الفنة مناها نوعاً من أنواع العلوم مما حارم اللسان ثم بجن ذلك الفنة فقال ما يحرم على اللسان الترفض به وكذلك أيضاً ما يحرم على العين نظر إليه وما يحرم على القلب أن يفكر فيه كما سيأتينا وكذلك أيضاً ما يحرم على الأذن أن تستمع إليه وكذلك ما يحرم قبول سماعه أو نظره وهذا من باب التكريل الإضاحة دونك فنة مما حارم اللسان لم يدره إلا فلاناً وفلاناً لم يعرفه في ذلك الوقت وهو أيامه لعلامه محمد مولود في الشنقيطة التي يقول فيها ابن عمه العالم الولي الكامل الشيخ محمد المامي إن لم يكن شنقيط فيه زمزموا فله مو في العلم أصل أقدمه هذا من قبل مئة سنة وأربعين تقريباً وخمسين هكذا كثير من الزمن في ذلك الوقت قال هذا الفن لم يدره حتى من العلماء إلا فلان وفلع قال وهو أوقعه والمحرمات اللسانية قال في ذلك الوقت هو أوقعه الوقوع في الضيبة وفي النميمة وفي هذه الأشياء التي يجنيها اللسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وليكبوا الناس في النار على وجوه من الله حصائد والسلطين قال في ذلك الوقت مع كثرة العلوم في ذلك الوقت هو أوقعه بالبقاع من كثير من العلوم التي ندرسها ولا نحتاجها ففي ذلك الوقت يدرسون وخرج الساعي ولو بجلب طلوع السرياء هذا فيه مختصر خليل نحن لا نحتاج الساعي ما عندنا ساعي أصلا والبلاد ما فيها قاضي وما فيها والي محكم بل يسائب سائب لماذا الناس تقرأ الرهال وخروج الساعي الرهن الرهن بذل ما يباع ويقرؤون من أحكام الجمعات وفي ذلك الوقت الشنقيط ما فيها جمعة أصلا إلا نادرا هذا تضيع وقت من نسبة لهم قال الإمام قال الإمام هلالي ابن هلالي وقدمي الأهم إن العلم جم والعمر طيب وزار أو طيب نالم فكل إنسان يشتغل بما لا يقع في وقته ويترك ما يلزمه ممارسة يوميا من المحافظة عليه من معرفة أحكام الضيبة والنميمة التي يعيشها يوميا هذا تفريط منهم فكونوا يقرأ أحكام الجمعة ويتمكنوا فيها ويقرأ أحكام خروج الساعي ويتمكن فيها باب الزكاة ونحن لا سعي لنا ولا سلطانة حتى نرد إليه أموال الزكاة هذا تضيع وقت بل هو اشتغال بالمحرم لا تعمل به طيلة عمرك وأنت تترك ما تعمل به طيلة عمرك كما هو الآن الموجود الآن نحن الآن عندنا مدارس تدرس يعني إسلامية ما أسمى إسلامي عاية تدرس حتى القانون وحتى التكنولوجيا وحتى يعني المنطق والفلسفة ونحن طلابنا لا يحفظون مقدمة الأخضر ولا يحفظون يعني مقدمة ابن عاشر يجب لله الوجود والقدم كذا البقاء والغنى المطلق وخلفه لخلقه بلا مذال ووحدة الذات ووصفه وفعال عندما يقال لهم كل يوم أنه يشني اعتقدون أن الله تعالى حشا يتغير عندما يقال لهم الله تعالى استوى على العرس رحمة العرس استوى اعتقدون عبو الله أنه ويصرحون بذلك شيوخهم أنه جالس أو أنه مستقل على العرس حشا ومنذلك هذا كفر صريح ونحن عندنا جامعة جامعة الإسلامية والجامعة أم القرى وعندنا الأزهر وعندنا القيروان والقروين وأنثوا الآن جامعة القيروان ما كان يقال لهم قال له جامعة القروان وجامعة الأزهر صار وقال له جامعة الأزهر أنثوا بعدما كانوا مذكري كما يقول السيد كشك رحمه الله تعالى أنثوه بعدما كان مذكرا ما طوروه ولكنهم دمروه وأنثوه بعدما كان مذكرا يعني هذه ما صاحب نعيشها الناس تشتغل بما لا يعنيها في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وكذلك يضع في الأربعين نووية ونحن نقرأها يوميا في مدار السلاة كلها من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ما لا يهمه ماذا يهمنا لو تمكن من الفلسفة وهو جاهل بضروريات العلوم وتمكن من العلوم الجديدة ما يسمونا صيص ونحن جاهلون بضروريات أمورنا زوجاتنا لا يغتسرنا من الجنابة ولا يعلمنا حكم الحيض ونحن نستحي من أن نصرح لوحدة مننا بغسل فرجها من الحيض يعني يقول هذا لا ليس مؤدبا ماذا مؤدبا ما هذا الكلام أنت بليد يعني أنت بليد فقط تجامعها وتقول هذا ليس مؤدبا وأنت أيضا لست مؤدبا وأنت بليد يعني غبي أنت حمار مع حمارة هذا الحقيقة الحقائق بريرة ولكن الواقع واقع وهو قال محمد المولود رحمه الله تعالى وهو يعني الوقوع في محارم اللسان من الضيبة والنميوة ومحارم العين أوقع في ذي البلاد يعني بلاد الشنقيطة في ذلك الوقت التي هي بلاد العلمي من الرياني وخرج الساحل لماذا قال تشتغل الناس بتدريس الرهن وبتدريس البيوعات العميقة وهم في ذلك الوقت ما عندهم تجارة أصلا ما عندهم دكان أصلا ما يوجد دكان في بلاد الشنقيطة إلا نادرة قال هذا تضيع وقت واستغلهم بما ليس يعنيهم وهو كانوا يردوا على علماء زماني باشتغالهم بهذه الأمور وتدريسهم من جهة ظلام العلم بدل ما يدعون لهم بهذه وهذا ابتلاء نبتل الله تعالى به الأمة الإسلامية اشتغالهم بالأشياء التي لا تهمهم وتركهم لما يهمهم من حسن إسلام المري تركه ما لا يعنيه ما لا يهمهم وهو أوقع في البقاع من الرهان وخرج الساع وهم بشرع يبين شيئا مهمة جدا تزين ما الشارع قد شينه من محرمات الإساني أن يزين الإنسان ماذا ما هو الشارع كان يزين حلقا لحيا يقول هذا جميل وموضى جميلة جدا أو يزين يعني شرب الخمري أو يزين يعني ما هو المسمى الآن بفامنس معناها وترجل النساء وتخلث الرجال وترجيل النساء ما هو الآن في الموضة الجديدة ومساواة الرجل والمرأة تزين هذه الموضة تزين ما الشارع قد شينه هذا حرام فإن الله سبحانه جل جلاله قال وليس الذكر كالأذى والله والله سبحانه جل جلاله كم من آيتين صرح فيها بغير استواء بعدم استواء المرأة والرجل للذكر ميل وحضل زين فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان كثير والنبي صلى الله عليه وسلم سألته أحد النساء فقال هذا واضح يعني مخالفة كنا للرجال أما تحيض المرأة في كل شهر أما أليست شهادتها كشهادة شهادة 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 رجل واحد وكثير من الأمور لا تقبل فيها شهادة المرأة كالأنساب وكمهل يعني ثبوت 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 الآنساب وثبوت كثيرة كثيرة في مسائل العلم يعني هذه كثيرة جدا كثيرة جدا نعم كمهل الرجم وكمهل الزنا أي لا أقبل فيها للرشاد وكمهل اللواط كثيرة كثيرة شهادة في اللواط أي كثيرة جدا تزين ما الشارع قد شينه منها ما شينه هذا هذا حرام هذا حرام ومنها ذم ما قد زينه كذلك أيضا منها ما ذمه الشارع ذم الشارع ترجل المرأة وتخلط الرجل لعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجاء فكل إنسان يقبح ما زينه الشارع نحن كنا في موريتانيا ماضية وكانوا يتون هنا شباب من أمريكا وغيرها ومن ماليزيا أعتقد من استولاريا ويتأذرون بالأذر التي كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا رأى بعض الطلاب يضحكون ويقول هذا إزار مرأة هذا تقبيح ما حسنه الشارع فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يلبس سروال أصلا وإن كان أمر به وقول قال أنه لبسه قد اشتراطها السراويل وهل لبسه وقيل بلا وبأجل فأنا رأى بعض الطلاب في ذلك الوقت يضحكون من الشباب وهم يلبسون الأزر على نصف الساق ويكان نبي صلى الله عليه وسلم يلبسوها فهذا أيضا تشينه ما حسنه الشارع هذا قبيح جدا لأن الناس الآن لما تجد شيء لا تألفه يوميا تستقبحه فقط بطبيعتها ولكن هذا هذا سيء جدا لأنه لا بد أن ينظروا فيه ألوى مباحة وغير مباحة وهذا من الجهل حقيقة لأن الإمام الغزالية قال إن الناس إذا تركوا دينهم رجعوا إلى جاهليتهم الأولى عجيب جدا ترى الواحد عندما يفعل أي إنسان شيء لا يوافق طبيعة قومه لا يفكر هل هذا مباحة وغير مباحة أو هل هذا يعني حرام وغير حرام يستغيره أو يشمئز منه بطبيعته هذا طبعا هذا قد يكون إنسان يقع في هذا ولكن لا بد إذا كان مسلما خصوصا إذا كان متوجيا للدين ومتعلمة أن يفكر في الأمر هل هذا مباحة وغير مباحة أو هل هذا يعني من السنة وأنا لا أعلمه أو هل هذا منه مقصد آخر حتى ننتقل كما كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعني يأتون من بلاد أخرى بلاد الشاب ومن بلاد فارس ولا توافقهم طبائع العرب فعندما أو يذهبون من بلاد من بلاد العربي إلى بلاد فارس كما يفتعوا أو بلاد الشاب يجدون أشياء أخرى لا توافق طباعهم ويشمئزون منها يعني يستقبحونها بطبعهم لأن طبعا الإنسان يستكرم ما لا يتعوده لكن بعد ذلك يتأدبون ويتخلقون ويعرفون أن شيئا وافق الشرع ما عنده مشكلة سواء وافق الطبع أو لم يوافقه والشيئا رده الشرع يعني رده الشرع وافق الطبع أو لم يوافقه هذا هو اللي يقول في الإمام الغزالي أن الناس إذا تركوا دينهم رجعوا إلى جاهليتهم الأولى هو تحكيمهم لليوميات والطبيع ولو أنها مباحة يعتقدون وجوبها ولو أنها يعني حرام يعتقدون أنها يعني عقيدة يجب أن تطبقها لأنهم صاروا في عالم المألوفات 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 الطبيعية وهذه طبيعة الإنسان يعترك الدين ولا فرق بينه وبين حيوان إلا بالدين بل هو أسوأ من الحيوان إذا فرق دينه ولذلك الله تعالى يقول إنهم إلاك لأنعام بل هم أضل أولئك هم الغفل والوصف هنا للكفار ليس بكفرهم فقط بغفلتهم لأن الغفلة هي أصل الكفر وأصل جميع الفسوق والغفلة الغفول عما أمرى به الإله ونهى عنه الوراء وهي لديهم أصل كل ذنبي وداؤها بأربع نراب فاستغفر الله وزر وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وكتابه تري تزينوا ما الشارع قد شينوا منها ومنها ذنبوا ما زينهم فلا يزينهم تجد الناس الآن لا يحبون أنا عندي شاب طيب يعني إمام في الإمارات قال أنه حاول الامتحان في نواك شو يكون إماما قال أن جماعة أشاروا إلي أن يخفف لحيته حتى تقبله الوزارة يقول طبعا هذا أصلا من السنة ولكن لا تستحسنه الطباع الناس في نوع من الفساد العقلي غريب حكموا طباعهم العقلية يعني الفاسدة حتى صاروا يعني حتى الأشياء الضرورية من الدين ينكرونها فما برك هذا كله من التركيز على المألوفات اليومية المألوفات اليومية غسيل للدين كما قال إمام الغزالي وكروا عليكم من الناس إذا ابتعدوا من الدين رجعوا إلى جائلية من الله جائلية من الله فيها ممارسات مباحة يعتقدونها أنها خلاص لا تناسب في الدنيا لو وجدوا عالم آخر يعمل بها لأنكروا عليه واستقباحوه وأمر مباحة تختلف في الطباع لماذا تركز عليه كأنه يعني أمر عقيدة حتى بعض الأخوات هنا مسلمة طيبة قالت لبنتها أن تريدها تأكل معها في الإناء قالت لها صديقة لا 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 تأكل معكم في الإناء هذا تشتينوا ما الشارع قد زينهم فالنبي صلى الله عليه وسلم ما شبع من طعام إلا إذا كان ولم يشبع أصلا ولكن ما أكل فوق ما كان يأكل إلا إذا كان الطعام عليه الأيدي الكثيرة وفي ذلك يقول علامة محمد مولود في أدب الأدب ما أكله ومشربه وصاحب الكتاب هذا الضفف الضفف إن الضففة على الطعام يصطفيه المصطفى صلى الله عليه وسلم كثرة الأيدي على الطعام يحبها النبي صلى الله عليه وسلم قالت لها لكن هذا لا يوافق الطبع على أنا يعني عودي بنتك على أنها تأكل في إناء وحدها هذا ككلب أنا أقول هذا ككلب حقيقاتها هذا الآن عندكم بالموضع الجديدة هو مستحسن حتى العلماء للأسف صاروا يأكلون بالملاعق ويقول أن أحسن من الأيدي ويستغيرون الأكل باليد وهي سنة نبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاثة أصابع وإذا احتاج إلى الرابع يستعين به وهذا بيّنوه من السنة فهذا من السنة الأكل بالأصابع الثلاثة والأكل بالأصبع الواحد يأكل الشيطان والإذنين يأكل الملوك كمان صاروا يحمد مولود في المأدبة هذا الآن الآن الناس يشينون يقبحون هذا الفعل وأنا كنت هنا في أمريكا وقابلت رجالهم بعضهم من الشام قالوا يا شيخ أنا لست شيخا حتى قالوا الفقهاء عندنا العلماء عندنا لا يكونون بأيديهم هذا صار يعني بعيد صار لا يفعل قلت له هذا ما هذا الكلام والأكل بالملاعق تركنه فهو وإن أبيح غير السنة ومن لجسس الشماء لنظر وجده لما ذكرت لأن الناس الآن تعيش مألوفات رأتها واعتقدتها تشريعات لا تفرق بين الحلال وبين الحرام فقط هي تعودت على مألوفات تعيشها أو نام تأكل وتشرب وتعودت شيء فإذا لم يوافق طبعها شينته سواء كان واجبا وإذا بوافق طبعها أو شبته سواء كان محرما أو مباحا أو مكرها هذا لا فرق خلاص يزينون مأهز ولذلك قال لذا مسمي الحرمة هذا الشيء خطير أيضا لذلك قال من سمى الحرام بالسم يعتقد الإنسان أنه ليس حرام حتى ولو ما صرح هذا الحرام لأنه سيشوش على الأمم الإسلام كأن يقول ما شاء الله يعني تحسين اللحية إلى هذا الحد يعني جميل جدا أو هذا يعني يعني موضع جديد يعني لا باس بها أو يعني عدم يعني الطمانينة في الصلاة أو غير ذلك يعني يعني يحاول أن يأتي بأسلوب يسمي الحرمة الحرام باسمه ليس يوهم أنه حرام يعني ليس بالتصرح فهذا التنبس على المسلمين هذا حرام كم من ما يفعلوه الآن يسمون هذه الموضع الجديدة من تدريسي العلم موضع يعني ليست هي ليست هي أصلا المنهج القديم ولكن لا باس بها لأن العقول الآن لا يناسبها إلا أن تكون تقرأ العلوم بدون حفظه وبدون يعني مراجعة هذا النوع من تخريب الدين ومحوه وهو حرام لماذا تقول هذا هو العلم الدين دون العلم ليس يجد والعلم دون الحظ قطعا يفقد قطعا بلا شك لماذا تزين للناس وتقولهم أن هذه فكرة مقبولة أو ممكن أن تقبلوا العقول وهي بالتالي سترشع إلى أن لا يسيبهم الناس أن هذا التزيين تم لهذه الطريقة الجديدة ابتداء يأتي بأسلوب أنه ليس صريح وما بعد ذلك تكون النتيجة خلاص هاي الطريقة المهلة هذه الطريقة التي ما فقها طيب لذا هذا حرام هذا حرام تغيير دين الله تعالى ولا يقع تغييره إلا بترك الحفظ وحفظ الموتون وهذا هو اللي وقع الآن تجد واحد يقال له عالم وأستاذ يتكلم في المتشابهات يعني عادي ويتكلم في الصحابة عادي ويتكلم يعني في الأنبياء عادي أعذر الله بالمعصية ويشبه الله تعالى أنه على عرشه وأنه بجهة وأنه يقول الأنبياء يعصون وهذا قوله قد قيل من قبل والتجسيم قد قيل به من قبل ولا ينافع هذا والجهة قد قيل بها من قبل ولا ينافع هذا ويقول هذا لأن الموتون يعني انتهت التيار يعني مهد لها تميدا حتى نسيت من عقوناس فلو كان لو كانت الناس ما زالت تحفظ بسيطة موتونها لأطفال حفظها هذا من الصغرين ما يمكن أن يقول لهم واحد هذا يقول لهم هذا يحفظناه من آبائنا ومن نحن ما كنا نحن كنا في أحياء في موريتانيا لا توجد فيها الكتب التي تدرس يكتبوها لنا يعني الكبار الكبار بأقلامهم من 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 أدماغتهم من من حافظاتهم ولا نعرف الكتاب أصلا يقول هذا الشرنوبي هذا الأخضري يكتبه لك الرجل الكبير أو أستاذك يكتبه لك بالقلم في اللوح يعني من نفسه حتى المرأة ممكن تكتبه لك إن كانت ممارسة للدين خلاص حتى أنت لم ترى عين الكتاب الأخضري هذا الأخضري هذا ابن عاشر هذا هو حفظ الدين هذا هو المنهج الصحابي هذا هو منهج التابعي هذا هو منهج الإمام بن حجر هذا هو منهج السيوطي أو منهج العلماء الأقدرين أو منهج البخاري هذا هو منهج هذا هو منهج الدين الذي يحفظ به أما أنك تكون تقرأ من كتاب ولا تعرف الكتاب نحن كنا نقرأ الرسم ولا نعرف شكلية الكتاب ولكن نعرف أنه الرسم الرسم نظامه الطالب عبد الله الجكني ونقرأ الأخضري نعرف النظامه بن الحاج حماه الله ونعرف تاريخه ولن نرى الكتاب بعينه هذه المنهجية الولاة الناس لا نتوني تخطي يكون واحد عنده مكتبة وهو لا يحفظ مقدمة كتابة منها بل لا يعرف عنوين الكتب عنده مكتبة اشتراها من بيروت أو من دار بن حزم وهو لا يعرف العناوين وهو عنده بيت مملو لا يعرف عنوين حتى لا يعرف عنوين لا يتذكر عنوين الكتب التي عنده هذا لذا مسمي الحرمة باسم يهمه هذه طريقة حرام جدا هذا محو الدين هذا محو الدين حقيقة لذا مسمي الحرمة هذا حرام لذا مسمي الحرمة باسم يهمه أليس حرما آذمون هذا آذم وآذموا آتم بما يهمه من على الحل كذلك أيضا واحد يأتي بأسلوب يعني يحرم بها الحلال كما يجد الناس يتعاطون الشيء حلال إلا أنه ولا يوافق طبعه يذبه أمام الجميع ويفعل كأنه حرام أي جد لأنه تحرم طيباتي ما حل الله لك وانت قد لا يوافقه طبعك أو قد لا يتماشى معك ولكن لا تحرم على الناس الحلال لو تجد الآن واحد عربي يعني يجد واحد باكستاني يلبس ملونات أو واحد أفغاني يقول هذا قبيح اللباس ويكون مشكلة كبيرة أو يجد واحد مسكين إفريقي لا يتعمم خصوصاً إذا كان عالما يقول سبحان الله ما أخبه ما يفعل هذا العالم ولا يلبس العمامة أحنا في صلى الله عليه وسلم كانك فرقات ولا يلبس العمامة أصلاً والصحابة كانوا كذلك فإن الصحابة كانوا يعدون شيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رأسه وفي لحياته فكيف يعدون شيبه لن يتجدد عليه مهلاً وهو ملازم للعمامة هذا جنوع آتم بما يهم من عهلي ومادحون كذلك أيضاً مادحون حكم البغاة العذري واحد يمدح حكم البغاة العذري يعني أيمت الضلال حكام السوء يمدح أكامهم وهذا فرق يعني البغاة منهم بغاة معناها خرج على الطريق سواء كان حاكماً أو إماماً كما إلى أيمة الضلال الآن كما قال نبي صلى الله عليه وسلم أخوفهما أخابوا على أمة الأيمة المضلون واحد يمدح منهجيتهم وحكمهم الذي يشرون الآن في العالم السياسيون وعلماء السوء الآن أو قضاة السوء الآن أو أمراء السوء أو ملك السوء هذا واحد يمدح طريقتهم هذا حرام لأنه يريد أن يساعد الناس على الاقتداء بالظالمين والنبي صلى الله عليه وسلم قال أخوفهما أخابوا على أمة الأيمة المضلون واحد يمدح الآن يعني منهجية الملوك والسلاطين أنا أقول لكم وهو واضح من الشريعة أحسن أن تمدح الآن حكمة شرم من أن تمدح حكمة عالم من علماء السوء بلا شك لأن ذلك قانون فقط ومعروف أنه لا يوافق الشرع أما أنك تمدح الآن واحد من السياسيين يتكلف في الأزهر أو في المعهد العالي أو في معهد تكويني كذا أو في معهد الزيتون القديمة في تونس وهو يتماشى مع السياسة وهو يتماشى مع السياسة الجديدة الآن هذا أحسن أن تمدح قوانين إذا مدح الفاسق وأضب الرب كما قال حسن البصر رحمه الله تعالى واحد يمدح حكم البغاة الباغون أما هنا الخارج هنا عن الشريعة سواء كانوا أئمة ضلال وهم أسوأ من الملوك لأن الإمام الغزالية رحمه الله تعالى قال فساد الملوك بأيدي العلماء ولذلك علماء السوء عالمون كما قال صاحب الزبد يعني إمام إمام الأئمة الشابعية عالم يقول وعالمون بعلمه لم يعمل معذبون من قبل عباد الوثى فعلماء السوء مدحهم والافتخار بهم وتزيين طريقتهم هذا أسوأ من تزيين يعني طريقة شياطين الكفاء أو ملوك المسلمين واحد يمدح الآن طريقة سلاطين المسلمين كثير من الدعاة سيقول أدفو أستغفر الله هذا سيء جدا هذا أسوأ منه أنت بنفسك وأسوأ منه من هجيتك وأسوأ منه من يتبعك ومن يمدحك وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي وليكم سبحانه ربك رب العزيزة عما أصمون السلام عليكم والحمد لله رب العالم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة